أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل على توافر مختلف الأدوية خاصة بعد أن وفرت المكون الأجنبي المطلوب سواء للأدوية أو لغيرها من السلع الأساسية جاء ذلك خلال متابعته موقف توافر الأدوية والمستلتمة الطبية حيث تم التأكيد على أن السبب الرئيسي لنقص بعض الأدوية في الأسواق هو أزمة الدولار خلال الفترة السابقة التي شهدت استنفادا للشركات المصنعة للمخزون من المواد الخام في حين بدأت الشركات المختلفة مع توفر الدولار حاليا في بناء مخزون استراتيجي من المواد الخام يسهم في زيادة المنتجات الدوائية كما شهد الاجتماع استعراض المحفزات التي توفرها الدولة لصناعة الدواء سواء بتوفير الأراضي المرفقة للمصنعين أو التوسعات المختلفة للصناعات القائمة فضلا عن استعراض موقف المدينية الخاصة بهيئة الشراء الموحد لدى مختلف الجهات ترجمة نانسي قنقر